هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في الدوحة مع معالي السيد محمد سالم والمرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمرتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية المرتانية الشقيقة وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز تعاون ثنائي في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين ودفع بعملية إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماعي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر